لعبت الكرة من الناس اللي صحتها كويسة جدا شفنا حالات في بطولة أفريقيا عندهم التهاب في عضلة القلب بعد التعافي والناس قالت أن دا أو الأطباء قالوا أن دا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا والتعافي منه في وقت سابق وحصل مع لعيبة كمان بتلعب في الدوريات الأوروبية هل الكورونا هي المسؤولة عن التهاب عضلة القلب في هؤلاء الرياضيين؟ أولا شرف لي أكون مع حضراتكم النهاردة وموضوع دا مهم جدا وإحنا بنتكلم فيه كأطباء بأن من ساعة فترة فتت الكورونا بس أنا سريعا كده هبدأ أكلم عن الكورونا يعني في عجالة سريعا نفكر الناس الكورونا تأثيرها بيجي زي أولا الكورونا كفيروس أنا بسميه بصراحة فيروس مالوش كتالوك بيعمل أي حاجة يعني مالوش باترن ماشي عليه ثابت الكورونا تأثيرها بيعتمد على كمية الفيروس لود اللي أنت بتاخدها يعني أنا دا بيما أقول كلنا معرضين أن جينا كورونا بس حاول بقدر المستطاع أن أنت تبعد عن مناطق التجمعات تبقى في أماكن مفتوحة نبقى زي ما إحنا قاعدين كده في أماكن مساحتها كبيرة قوي وبالتالي كمية الفيروس لود اللي أنت ممكن تاخدها تبقى كمية صغيرة بحيث أن الجهازك المناعة يقدر يتغلب عليها وبالتالي كل ما كان الفيروس لود وكمية الفيروس اللي أنت بتاخدها عالية جدا كل ما كانت الأعراض ممكن توصل لمرحلة الشدية إحنا عندنا بنقسم الكورونا لثلاث مراحل المرحلة الأولى اللي هي المرحلة البسيطة مرحلة الثانية المتوسطة وتبقى متوسطة خفيفة ومتوسطة جديدة تتسمى جزئين والمرحلة الثالثة اللي هي المرحلة الشديدة جدا يعني بتبقى صعبة جدا ويعني أحيانا بيحتاجها المريض أن يبقى تحطها على جناس تنافس صناعي ومشاكلها كبيرة جدا ويعني إيه وناس قليلة جدا اللي ممكن تعدي من المرحلة دي وبالتالي تأثير الكورونا على أجهزة الجسم بتبدأ من المرحلة المتوسطة وخبال حضرتك من ضمن أجهزة الجسم اللي بتتأثر هي القلب القلب لما بدأوا يعملوا الإحصائيات الفترة اللي فاتت لو إحنا حضرتك كلنا بعد الناس اللي بيجي لها الكورونا يقول لك إيه أنا بحس أن ضربات قلبي مازالت سريعة بحس بشوية نهجان كون أن أنت خفيت من الكورونا أو أن أنت البي سي أر بتاعك نيجاتيب ده لا يعني أن الالتهاب اللي في جسمك راح وده ينطبق مش على الأشخاص العاديين بس ينطبق على الرياضيين اللي بيحصل إيه بقى دلوقتي أنه بعد ما المسحة سلبية يرجع يلعب تاني وده أكبر غلط عشان كده أكبر هيئتين كبار على مستوى العالم إحنا مشيين وراءهم هي الكولية الأمريكية لأمراض القلب الأمريكين كوليج أوف كارديولوجي ويوروبيان سوسائتي أوف كارديولوجي الجامعية الأوروبية لأمراض القلب قالوا إيه أنه قال أي رياضي بيلعب وجاله الكورونا بعد انتهاء الأعراض تعد 15 يوم بعد انتهاء الأعراض وتاخد 15 يوم وترجع تعيد الفحوصات زي ما ما الاتحاد الأفريقي قال دي توصيات على فكرة من دي وان جال فيها الكورونا أي التهاب فيروسي بيصيب الجسم وعليه أعراض شديدة المفروض أن فيه فترة اسمها فترة النقاها بعدها بتعيد تقييم هذا الموقف اللي هو عن طريق رسم القلب موجات صوتية على القلب وأحيانا ممكن ترفع مستوى الفحوصات على حسب دكتور القلب هيقول إيه ومش دكتور القلب عادي دكتور قلب رياضي ترجمة نانسي قنقر